هل تريد أن تتقرب إلى الله بصدقة جارية أو وقف خيري فقد سبقك الخيرون إلى مجالات كثيرة كلها نافعة مباركة فمن أعظمها وأهمها المساجد فهي خير بقاع الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ومنها الوقف على الأيتام والمساكين وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته التي وقفها في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربة ومنها الوقف على الأقارب وذوي الأرحام فلما وقف أبو طلحة الأنصاري حديقته بيرحاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعلوا يا رسول الله ومنها أوقاف لتزويج المحتاجين كوقف التزويج الذي كان يعطى منه كل من تزوج من فقراء الحنابلة وكان بيد القاضي علاء الدين المرداوي ومنها الوقف على عدة الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما اتهم بمنع الزكاة وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ومنها فك الأسرى وقد كان للقاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي أوقاف على تخليص الأسارى من يد النصارى ومنها الوقف على الأولاد ولا سيما ذو الحاجة منهم وقد وقف الزبير بن العوامي رضي الله عنه دارا له على المردودة من بناته والمردودة هي التي تطلق فتعود للسكن في بيت أبيها ومنها المستشفيات وكان لها أوقاف ينفق من عائدها على الأطباء والممرضين والعمال والمرضى كما كانت توقف كتب الطب على الدارسين فيها بل كانت هناك أوقاف على الحجر الصحي ينفق منها على المرضى المحجوزين فيه ومنها المدارس والمكتبات وأوقاف للإنفاق على العلماء وطلبة العلم ومن ذلك دار الحديث التي وقفها نور الدين محمود زنكي وقد وقف عليها أوقافا كثيرة للإنفاق على المعلمين وطلبة العلم ومنها أوقاف على تعليم القرآن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه